المحاصصة القومية والدينية والمذهبية ذهبت بالعراق ما بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 إلى أعلى مستويات الفساد في جميع مفاصل الحياة فقد خربت العملية السياسية وعززت الفساد المالية والإدارية ونتج عنها تقاسم نهب المال العام بدلا من تقاسم خدمة المواطن ومع وجود أفة المحاصصة التي أفرغت خزينة الدولة من مئات مليارات الدولارات بات التعويل على نهضة تصيب العراق ضعيفا بخاصة مع نشاط الكتل السياسية بشكل ملحوظ لإعادة صياغة تحالفاتها استعدادا للانتخابات البرلمانية التي تعتزم الحكومة في العراق إجراءها في الثاني عشر من شهر أيار المقبل إذن المعادلة التي حكمت من 2005 ولحد الآن لم تتغير وأنا لا أتوقع تغيرا كبيرا في عام 2018 ربما تعادل أصطفات ولكن تحت تسميات ومسميات جديدة التدعيات السلبية للمحاصصة في العراق حذرت منها كذلك الأمم المتحدة على لسان ممثل أمينها الخاص في العراق يان كوبيتش إذ عبر عن خشيته من تشكيل حكومة جديدة باعتماد هذا النظام الذي قال إنه مخلوط بالفساد وربما يأتي بحكومة غير بعيدة عن نهج المحاصصة وفساده كذلك ذهب النائب فائق الشيخ علي في حديثه عن خارطة التحالفات وحضوظ القوى السياسية في الانتخابات المقبلة قائلا إن تغير الوجوه في البرلمان لن يغير شيئا في أوضاع البلاد وأن الحل يكون في تغيير الكتل السياسية وليس في تغيير الوجوه ومع أنباء بيع الرقم واحد في تسلسل أرقام بعض القوائم الانتخابية بملايين الدولارات من أجل ضمان فوز من يشتريه بحصوله على جميع أصوات القائمة الانتخابية الأمر الذي أكد حصوله مؤخرا أن أبعز الدين الدولة مع حصول ذلك يبقى العراق رهينة فساد حكومي نخر أركانه ونظام انتخابي اعتمد ولا يزال نظام المحاصصة ولا يرى العراقيون معه أملا بتغييرات سياسية جوهرية تؤدي إلى تغييرات جذرية في البلد وأوضاع مواطنه الصعبة